موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبع بحث وفد من حركة الجهاد الإسلامي في مصر قبل أيام قضايا عدة منها سبل إزالة التوتر بين القاهرة وحركة حماس وتسهيل حركة معبر رفح ومن ناحية أخرى أقر بالأمس المجلس المركزي لمنظمة تحرير الفلسطينية تعليق التنصيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية نسأل في هذه الحلقة مشاهدين الكرام عن الجهود التي تبذلها حركة الجهاد الإسلامي مع سلطات الاحتلال عفوا مع المصر لإعادة العلاقات بين مصر وحركة حماس أين وصلت هذه الجهود وما هي نتائج الزيارة كما نسأل عن أهمية قرار المجلس المركزي لماذا الآن صدر هذا القرار ولماذا الآن برز المجلس بشكل لافت للإضاءة على هذه المواضيع مشاهدين الكرام يسعدني أن أصدف السيد أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أهلا ومرحبا بكم في البداية خبر ورد قبل قليل إصابة خمسة إسرائيلي في عملية دهس في القدس هل هذا مؤشر على موجة جديدة ربما كالهبة الشعبية التي شهدتها القدس قبل عدة أشهر بسم الله الرحمن الرحيم لا شك منذ فترة والشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس يعني يمارس دوره النضالي والدفاعي عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وخصوصا أن التهديد للمجد الأقصى بدأ يزداد يوميا وخصوصا أن وزير الإسكان الإسرائيلي منذ أيام تحدث بين العام 2015 هو عام تقسيم المجد الأقصى وإعلان يهودية جزء من المجد الأقصى وبالتالي هذا تهديد خطير وبالتالي المهددات أو التهديدات للمقدسات الإسلامية أصبحت جدية وفعلية وبالتالي الشعب الفلسطيني اليوم في القدس في الدرجة الأولى هو يمارس دوره في الدفاع عن القدس وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية النقطة الأخرى بكل تأكيد هناك مجتمع صهيوني بدأ يزيد مستوى تطرف عنده بشكل غير مسبوك وبالتالي هذا التطرف سيواجه من قبل الشعب الفلسطيني بمواجهة تحد من جموح وغلو المستوطنين الصهيين ممارسة القتل والإرهاب وخصوصا أن المحكمة أو بالأحرى ترقية الجند الذي قام بقتل اسمه سامي بدم بارد منذ أشهر اليوم يرقى ويرفع ترفع رتبه وبالتالي هذه اندال فنما يدول على أن حتى الجيش الإسرائيلي أصبح جيشا يعني يمارس كل أشكال الإرهاب ويدعم ويرعى الإرهاب وبالتالي هذا لن يقابل إلا بمقاومة الشعب الفلسطيني طيب حقيقة يعني هناك سؤال حير الكثيرين أنه الهبة الشعبية التي حصلت قبل عدة أشهر توقفت مع الأسف ما هي الأسباب؟ هل هي أسباب متعلقة بالشقاق الفلسطيني الداخلي أم هي أسباب متعلقة بالإجراءات القمعية التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية؟ لا شك الإسرائيل اتخذ إجراءات قاسية بحقب ماء القدس واتخذ قرارات يعني غير مسبوقة إن كان على مستوى الأحكام أو كان على مستوى الإجراءات وبالتالي هذا جانب جانب آخر للأسف يعني السلطة الفلسطينية إلى هذه اللحظة لم تتخذ موقفا يعبر بشكل واضح عن دعم خيار الشعب الفلسطيني وخصوصا في القدس رغم القرار الذي اتخذ بالأمس المجلس المركزي لكن الشعب الفلسطيني عندما يشعر بأن هناك تكامل في الدورة على المستوى الفلسطيني أنا باعتقادي أن الشعب الفلسطيني سيمارس أرقى وأشكال المقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لأن بكل تأكيد عدم موجود أو تراخي عن المستوى الرسمي الفلسطيني باتجاه دعم أبناء القدس له تأثيرات لكن أنا باعتقادي المقاومة في القدس تتدحرج وتكبر لأن التصعيد الإسرائيلي في القدس كذلك تدحرج يعني تعتقد بأن القرار الذي اتخذه المجلس المركزي بالأمس بدعم الحراكة الشعبة في القدس سيكون له تأثير إيجابي في مقبل أيام على الهبة الشعبية في مدينة القدس يعني أن إذا كان القرار قرارا جديا ويرقى إلى مستوى التنفيذ حقيقة بكل تأكيد نعم هذا سعقس ارتياح وحركة قوية وناشطة في وجه كل سياسة العدوان التي يمرسها العدو الإسرائيلي وخصوصا في القدس طيب في حركة الجهاد الإسلامي ما رأيكم بالقرارات التي اتخذت بالأمس من قبل المجلس المركزي لسيما ذلك القرار متعلق به وقف أو تعليق التنصيق الأمني مع إسرائيل أولا القرار قرار مهم وأهمية القرار أنه اتخذ لكن الأهمية الأكبر هو أن ينفذ هل هناك نعم جدية في تنفيذ هذا القرار الآن هذا القرار مجلس المركزي سيذهب إلى اللجة التنفيذية لا يدري ماذا ستتخذ قرار للجة التنفيذية بذلك ومن ثم سيذهب إلى رئيس أبو مازن أنا باعتقادي الأمور ونتمنى أن لا يكون على غير القرارات السابقة ولكن قرارات المجلس المركزي أليست قرارات ملزمة بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي باعتقادي قرارات المجلس المركزي أو أي قرار في السلطة الفلسطينية يجب أن يعود إلى الرئيس أبو مازن وهل الرئيس أبو مازن يلتزم أو بالأحرى الرئيس أبو مازن ينفذ هذا القرار من خلال إصدار القرارات والتعميمات الجدي للأجهزة الأمنية بوقف كل إجراءات التعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنا باعتقادي الأيام القادمة هي سوف تبين ذلك إن كان هذا القرار ملزما أو غير ملزما إن كان هذا القرار جديا أو غير جديا نحن نتمنى أن يكون القرار قرارا جديا ولا يكون قرارا له علاقة في الواقع الإسرائيلي أول شيء عن مستوى الانتخابات الإسرائيلية ثانيا أن لا يكون قرار لمحاولة الضغط الآن وليس الضغط الإستراتيجي لأنه بالنهاية إذا بدأت ضغط من شأن أنا أحرك ما يسمى بعمية التسوي التسوية لم تأتي إلى الشعب في الصين في شيء إذا كان هذا القرار للتحريك والضغوط الإقليمية والدولية على جانب الإسرائيلي قد يؤثر إلى حد ما قد يأتي بنتنياهو أو قد لا يأتي بنتنياهو إلى سدة الحكم والسلطة في إسرائيل لكن نحن نتمنى أن يكون قرارا جديا لحسم الخيارات بأن التنسيق الأمني عن امتداد السنوات الماضية كانوا بلانا على الشعب الفلسطيني بل بالعكس كان التنسيق الأمني هو يدفع الإسرائيلي إلى مزيد من الإسترات والتهويد لأنه كان يجد أن هناك من يحمي ظهر الاحتلال الإسرائيلي داخل المدن والقرى الفلسطينية وأن هناك فلسطيني ما زال يراهن على عملية التصوير لماذا كان حضور حركة فتح وحركة حماس غير فاعل في المجلس المركزي وأيضا لم تتم دعوتهم لمشاركة في التحضيرات أولا المجلس المركزي هو لأعضاء منظمة تحريف فلسطينية حماس الجهاد الإسلامي ليس عضو الآن في منظمة تحريف فلسطينية وبالتالي حضورهم لا يشكل شيء والتالي ليس هناك قرار بحضور لا حماس ولا الجهاد الإسلامي إلى هذا اللقاء لكن السلطة الفلسطينية تحاول أن تعطي إحاءات بأنه بعض العناصر أو الأعظام لكن هذا ليس قرارا رسميا وليس حضورا يعني يعبر عن موقف حاصة حركة حماس أنه تم الحديث عن وجود بعض الشخصيات أو إلقاء المحاضرة في أحد الورشات العامل وبالتالي أنا باعتقادي أن السلطة الفلسطينية تحاول بطريقة بخرى أن تعطي شرعية أوسع لحضور المجلس المركزي وليقراراته طيب بالنسبة لوقف التنصيق الأمني على هو القرار الأبرز الذي صادر بالأمس عن المجلس المركزي برأيك هل سيؤثر ربما على قرارات إسرائيل في الالتزام بالاتفاقيات التي أبرمت مع السلطة الفلسطينية هو للأسف الإسرائيلي لم يلتزم بأي من الاتفاقيات التي أبرمت الجانب الفلسطيني وحده الذي كان يلتزم وينفذ هذه الالتزامات أما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي بند من بنود الاتفاقات التي وقعت أنا باعتقادي القرار أهميته بتنفيذه القرار أهميته بأن يأخذ إجراءات على الأرض عملية وأن يعطي إشارة واضحة ليس فقط الإسرائيلي بل إلى الشعب الفلسطيني بأن هناك قرارات وخيارات مصرية تتخذها السلطة الفلسطينية في ظل هذا التهديد الذي يمارس على المقدسات وعلى الأرض الفلسطينية وحتى على أسران البواسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي طيب سيدة أبو عماد رفاعي اسمح لي أن أتوقف الآن مع عنوين بعض الصحف العربية ومثلما نعود للاستكمال الحوار أهلا بكم البداية من الكويت مع الجريدة ونقرأ فيها الفيصل كيري قدم لنا ضمانات بشأن الاتفاق النووي وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لدول التعاون عدم التغاضي عن سلوك ظهران وزعزعتها لاستقرار المنطقة أيضا في الجريدة السيسي يقيل وزير الداخلية في تعديل مفاجئ شمل ثماني حقائب ومنح منصبا شرفيا لمحمد إبراهيم نتنياهو يدرس تشكيل حكومة ائتلافية مع ليفني وهيرتسوغ عقدوا ثلاثة اجتماعات في منزل باراك وبوساطة منه أنقرأ والدوحة نحو اتفاق على تبادل نشر قوات لجنة البرلمان التركي تقره ويتضمن تطوير الصناعات العسكرية إلى الشرق الأوسط ونختار من عنوينها هادي ينقل الحوار إلى عدن والحوثيون يسيطرون على الإعلام اليمن قائد القوات الخاصة المتمردة شارك في الانقلاب على الرئيس واشنطن تطمئن الخليجيين وكيري لن نغفل عن نشاطات طهران وزير الخارجية السعودي أمن الخليج يبدأ بالحيلولة دون حصول إيران على النووي الاتلاف السوري خروج الأسد ليس شرطا للمفاوضات جثث متفحمة ببرميل متفجر على حلب ومعارك حول مبنى المخابرات إلى البحرين مع صحيفة الوسط ونقرأ فيها كريم طمئن النظراء الخليجيين لن نتغاضى عن أعمال إيران التي تزعزع استقرار المنطقة أيضا في الوسط اتفاق يتيح لتركيا نشر قوات بقطر واتفاقات أخرى قادمة مع دول الخليج من البحرين إلى اليمن مع صحيفة الثورة وفيها في مؤتمر سحفي لوزيري الخارجية السعودي والأمريكي في الرياض الفيصل وكريدعوان اليمنيين إلى التوافق ويتجاهلان اتفاق السلم والشراكة الوطنية اللجنة الأمنية العليا لم تتم أي عملية أمنية إيرانية على الأراضي اليمنية للإفراج عن الدبلوماسي المختطف وتركيا ترفض المشاركة في القتال ضد داعش في العراق من الصحف اللبنانية اخترنا صحيفة السفير ونقرأ فيها مواقع داعش والنصرى فوق عرسال 3000 مسلح على ارتفاع 2500 متر الضربة الأكثر إيلاما للنصرى مقتل كبار قادة الجبهة وبينهم قائدها العسكري من السفير إلى التونسية وفيها واشنطن تربط إحياء مفاوضات التبادل الحر مع تونس بالإصلاحات سفيان سليتي الناتق الرسمي باسم النيابة العمومية للتونسية التشكيك في القضاء تشكيك في مؤسسات الدولة ختام هذه الجولة من سلطنة عمان مع صحيفة الوطن وفيها فلسطين تتحضر للانضمام للتجارة العالمية وإسرائيل تعربد بغزة العراق الجيش يتقدم نحو الدور وحريق بعجيل وفي الختام أوكرانيا روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات حول التواجد العسكري مع هذا العنوان نصل إلى نهاية هذه الجولة نعود الآن لمتاوعد برنامج آخر طبعة سيدة أبو عماد يعني وقف أو تعليق التنصيق الأمني ألا يمثل بالحد الأدنى إنذار خطر بالنسبة لإسرائيل التي لطالما راهنت على موقف السلطة الفلسطينية سابقا الذي كانت تعتبره بأنه موقف معتدل على الأقل من بين مواقف الفصائل الفلسطينية بكل تأكيد وقف التنصيق الأمني له تدعيات إيجابية على المستوى الفلسطيني وهو تدعيات سلبية على الاحتلال الإسرائيلي لأن التنصيق الأمني على امتداد كما أشرت السنوات الماضي كانت تعطي ضمانة وارتياح للإسرائيلي كي يمارس ويعاربد ما يشاء في الدفة الغربية في المقابل كانت الإجراءات السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقامين والمجاهدين في الدفة الغربية همما كان يسعد الإسرائيلي اليوم مقف التنصيق الأمني بكل تأكيد سوف يروح الشعب الفلسطيني في الدفة الغربية سيعطي نفس إضافة للاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكالها وسوف يؤدي إلى إرباك في الكيان الصهيوني وخاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المحتلل للدفة الغربية وخاصة أن الحراك الشعبي في الدفة الغربية وفي القس في تزايد وخاصة أن الإسرائيلي اليوم كل يوم هناك قرارات وإجراءات ومحاولة لإزدياد أو ممارسة بناء المستوطنات في الدفة الغربية أو وحدات الاستيطانية بالألاف وبالتالي هذا مما يشكل خطرا على الأرض الفلسطينية هناك مصادرة لألاف الدنومات من الأرض الفلسطينية لإقامة معسكرات للتدريب تحت هذه الدريعة وهناك آلاف الدنومات تصادر تحت دريعة توسيع المستوطنات كل ذلك على حساب الحق الفلسطيني وقف التنسيق الأمني سيجعل الشعب الفلسطيني ينطفق في وجه احتلال هل لديكم أي شكوك مثلا حيال تطبيق هذا القرار؟ إلى هذه اللحظة نعم نحن كنا نسمع في الماضي وكنا نسمع قرارات على أعلى المستويات من قبل السلطة الفلسطينية بأنها سوف اتخذ قرار بوقف التنسيق الأمني لكن ما نلبث إلا أن هناك إشارات وهناك قرارات تؤكد على أن التنسيق الأمني سيبقى مستمرا مع الاحتلال الإسرائيلي نحن ما يعنينا هو التنفيذ أن تأخذ قرارات دون أن يكون هناك تنفيذ عملي على الأرض بوقف التنسيق الأمني تبقى هذه القرارات دون جدوى وتبقى قرارات بس من أجل المكاسب السياسية نحن نقول بأن الشعب الفلسطيني وقضيته اليوم مهددة بشكل كامل هذه القرارات يجب أن تتوافق مع تطلعات شعبنا الفلسطيني عبر سياسة تنفيذ هذه القرارات أما أن تبقى هذه القرارات دون تنفيذ بكل تأكيد هذا مخالف لتطلعات ورغبة الشعب الفلسطيني طيب بيان المجلس المركزي الفلسطيني طالب أيضا مجلس أمن الدولي بتحديد صقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرض المحتلة عام 67 بما في ذلك القدس على ماذا يراهن المجلس يعني العودة إلى مجلس الأمن الآن العودة إلى المؤسسة الدولية ألا يعتبر رهان على صراب مثلا بالرغم من التجارب السابقة يعني نحن على امتداد كذلك السنوات الماضية منذ اتفاق أوسو ونحن نراهن ليس فقط على المجتمع الدولي نحن نكون نراهن على ما يسمى الراعي لعملية التسوية للولايات المتحدة الأمريكية وهي كانت داعم أساسي وضاغط على الشعب الفلسطيني هي داعم للاحتلال الإسرائيلي وضاغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ كثير من الإجراءات التي تتوافق مع تطلعات الكيان الصهرين وعلى رأسها التنصيق الأمني ودعمت وأعطت وسخت بعطاءات الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تثبيت هذه الإجراءات لكن على المستوى الحق الفلسطيني لا نجد الولايات المتحدة الأمريكية تقف وتدافع وتساند إضافة لذلك للأسف اليوم مجلس الأمن ما زال في قبضة الولايات المتحدة الأمريكية غير قادر أن تتخذ قرارات حتى لو تخذت أي قرارات الفيتو الأمريكي حاضر وبالتالي الذهاب إلى مجلس الأمن له بعض الفوائد حتى لا نلغي كل ذلك لكن باعتقادي ليس هو الأساس الأساس هو الشعب الفلسطيني الوحدة الفلسطينية الاتفاف حول خيارات الشعب الفلسطيني وإلا نسير في عكس تطلعات الشعب الفلسطيني وهم شيء الاعتماد على المقاومة كخيار لكل ما يتم طرحه ماذا بشأن المؤسسات الدولية الأخرى كمحكمة الجينايات الدولية مثلا والآن في بداية نيسان على معتقد سيتم تقديم لائحة اتهام فلسطينية لمحكمة الجينايات لملاحقة مسؤولين إسرائيليين هل سيكون هناك من تأثير فعلي على الأرض للائحة الاتهام هذه نحن نتمنى ذلك لكن لسنا متفائلين لأن لشك الدول الغربية بشكل أساسي التي كثير من الأحيان تخذت قرارات في محاكم محلية في بعض الدول وكان هناك بعض الدعاوة التي ترفع ضد قادة العدو الصهيوني المجرمين القتلة لكن السلطات الدول الغربية كانت تحاول أن تجد مخارج لقادة العدو الإسرائيل وبالتالي نحن لا نعول كثيرا كذلك لكن هذا من إحدى الحرب التي يخوضها الشعب الفلسطيني ومن إحدى المعارك التي يخوضها ضد قادة الإجرام الصهيوني لكن نحن لا نعول كثيرا على هكذا مؤسسات لأننا ندرك حجم الضغوط التي تمارس على هذه المؤسسات طيب سيدة أبو عماد اسمح لنا نتوقف الآن مع فقرة أقراء الحدث بمقتطفات من بعض الصحف العربية ومن ثم نعود لاستكمال الحوار الأيام الفلسطينية ما بعد دورة المجلس المركزي رسم خطاب الرئيس محمود عباس أبو مازم في افتتاح المجلس المركزي ملامح المرحلة القادمة في مرحلة ما بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في وقت جاء فيه خطاب رئيس المجلس الوطني مفصلا وموضحا لخطوط عريضة أوردها خطاب الرئيس لعل أبرز تلك الخطوط إعادة النظر في وظيفة السلطة وهي أساس وقاعدة الدولة المنشودة أشار خطاب الرئيس إلى حرص منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على وحدة الصف وإعادة أعمار غزة وأجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لعله بات من المفروغ منه أن إجراء تلك الانتخابات بات يمثل خشبة الخلاص للشرعيات جميعها وبأن ذلك بات يحتاج لتوافقات واضحة وبينة فيما بين فتح وحماس والفصائل كافة لأنه دون توافقات واضحة ستبقى الأمور مراوحة مكانها وستخدم مسألة الانتخابات وكأنها مطلب الجميع دون إجراءات جدية كل الأطراف تتجه نحو حل الدولة الواحدة في القضية الفلسطينية أكد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط روبرت سيري أن مبادرات التسوية الثلاث في الشرق الأوسط التي شارك فيها أعقبت حرب في غزة لافتا إلى أنه لا يتحدث عن علاقة مباشرة بين الأمرين لكن هذا ليس من قبيل الصدفة وذكر في حوار مع الصحيفة قوله إنه منذ عام 2012 كل الأطراف تتجه في الواقع نحو حل الدولة الواحدة فهناك توسع في النشاط الاستيطاني ويوجد فارق جوهري في الرأي بين الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي الذي يعتبر المستوطنات غير قانونية ومخالفة لحل الدولتين سيري رأى أن عام 2014 بدل مسار الصراع إنما لا يمكن التنبؤ في أي اتجاه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأن الانتخابات الإسرائيلية ستغير الوضع كاملا أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعديلا وزاريا فاجأ به الشارع المصري أمس في حكومة المهندس إبراهيم محلب شمل تغيير الستة وزراء على رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الوزراء بدرجة نائب رئيس الوزراء كما تم استحداث وزارتين جديدتين في الحكومة هما التعليم الفني والتدريب ووزارة السكان وقالت مصادر سياسية مطلعة للصحيفة أمس إن التغيير الوزاري جاء لتحسين أداء الحكومة الأمني والخدمي خاصة بعدما أصبح في حكم المؤكد استمرار الحكومة الحالية لفترة زمنية أطول قد تتعدى العام نظرا لتأجيل الانتخابات البرلمانية التي لم يتحدد موعدها بعد ويأتي التغيير قبيل نحو أسبوع من المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ وبعد انتقادات جمة في الشارع والأوساط السياسية والحزبية لأداء بعض الوزراء خاصة الأداء الأمني سيد أبو عماد هل يعتبر برأيك قرار المجلس المركزي بتعليق التنصيق الأمني بمثابة حل للسلطة الفلسطينية التي معروفة أن أقيمت على خلفية اتفاق أوسلو عام 1993 هل يعتبر هذا القرار بمثابة حل لشرعية السلطة الفلسطينية؟ هناك أصوات داخل المجلس المركزي هناك أصوات داخل السلطة الفلسطينية وهناك تهديدات واضحة كانت من قبل الرئيس محمود عباس عبر بعض المقربين منه بالتهديد والتلويح بحل السلطة الفلسطينية هذه خطوة إذا وصلت الأمور إلى حالة مسلود نعم قد تكون هذه خطوة وقف التنصيق الأمني هو عمليا الإسرائيلي سوف يتحمل المسؤولية الأمنية وعندما يتحمل المسؤولية الأمنية سيمارس كل أشكال يعني عدم وجود سلطة فلسطينية وبالتالي هذا بداية اتخاذ خطوات عملية للضغط الفعلي بوقف التنصيق الأمني مرورا وانتهاءا بموضوع حل السلطة الفلسطينية لأن السلطة الفلسطينية عندما تكون شاهد زور على ما يمرسوا الاحتلال الإسرائيلي من كل هذه السياسات العدوانية والاستيطانية جدوى السلطة لم يعد مغرر بوجودة وبقاء وبالتالي لا التنصيق الأمني خدم ولا وجود السلطة الفلسطينية خدم الشعب الفلسطيني باعتقادي أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسليات كاملة كما بعض قادة السلطة الفلسطينية تحدثون بذلك لأن ابقاء السلطة موجودة في ظل هذه السياسة لم يعد هناك أرض ولم يعد هناك مقدسات وبالتالي نعم أنا باعتقادي من المفيد جدا أن تكون هذه بداية لحل السلطة إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل هذه الأشكال العدوانية على الشعب الفلسطيني لماذا غيب المجلس المركزي كل هذه الفترة والآن يعود للظهور إلى الواجهة هذا طبيعي السلطة الفلسطينية أصبحت جزء من النظام العرب الرسمي متى تشاء ومتى تريد أن تأتي بطاقم الذي يعتبره يساعد ويساهم في اتخاذ قرارات تدعم الرئيس فالمجلس المركزي اليوم هو قرارات يدعم ولكن في هذه الظروف لا يوجد رسالة معينة من إبراز المجلس المركزي بهذه الطريقة ربما متعلقة بإعطاء شرعية مثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية التي يطالب البعض الآن بإعادة هيكلة المنظمة من جديد وهذا يعني جزء من المصالحة كما هناك مطالبات موجودة هو للأسف تم تغييب منظمة تحرير الفلسطيني كل هذه السنوات لأنه كان مقصود المطلوب كان أن لا تصبح مضام التحرير الفلسطينية استخدمت كوظيفة لتوقيع اتفاق أسو بعد ذلك كان هناك توجه أمريكي وحتى عربي بأن مضام التحرير الفلسطينية يشتب دورها وأن يتم إعادة الاعتبار للسلطة الفلسطينية كسلطة لكن اليوم إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية من اعتقاضي مهم لكن إعادة الاعتبار ليس إعادة اعتبار شكلي وآني ومرحلي ويجب أن يكون إعادة اعتبار من خلال إدخال كل القوى والفصائل الفلسطينية على إطار منظمة التحليل الفلسطينية إعادة بناء أو إعادة تفعيلها بشكل جدي وموضوعي بعيد عن المحسوبيات وبعيد حتى عن التسلط والهيمنة لفريق ما على منظمة التحليل الفلسطينية ويتخذ القرارات التي تتناسب مع رؤيته اليوم نحن نطالب بأن تكون منظمة التحليل الفلسطينية بفعل هي المضلة لكل الشعب الفلسطيني يعادة الاعتبار لمنظمة التحليل الفلسطينية كي يتم إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بشكل جدي وبشكل فعلي ويعادة الاعتبار للمؤسسات الفلسطينية التي نستطيع من خلالها أن نواجه كل التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني طيب ألم يكن من الأفضل سيد أبو عماد إجراء حوار وطني مثلا قبل عقد اجتماع للمجلس المركزي واتخاذها كقرارات هي تهم كل الشعب الفلسطيني وليس فصائل أو شرائح معينة ضمن الشارع الفلسطيني وللأسف في الاتفاق القاهرة في العام 2005 تشكلت إطار مؤقت لإدارة الوضع الفلسطيني بشكل عام من الأمناء العامين بما فيها الرئيس محمود عباس والأساس أن يتم اتخاذ خطوات عبر اللقاءات التي يجب أن تستمر على فترة من الوقت من أجل إعادة تنظيم وبناء مؤسسات منظمة تحريف الفلسطينية وإدخال حركتين الجهة الإستامية وحماسة المنظمة لكن لأسف منذ ذلك الوقت لم يتم عقد إلا لقاء واحد وهذا اندال فنمدل أنه لم يكن هناك جدية في أن يتم إعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة بناء مؤسس منظمة تحريف الفلسطينية اليوم نعم الأولوية هو إعادة بناء منظمة تحريف الفلسطينية وإدخال وإشراك الجميع فيها لتكون المضلة الجامعة لكل تطلعات الشعب الفلسطيني وهي الحامية لشعب الفلسطيني هل هذا الموضوع إعادة بناء منظمة تحريف الفلسطينية مطلب أساسي لإجراء مصالحة لدى بعض الفصائل الفلسطينية؟ نعم هو خطوة من خطوات المصالح لأنه في البرنامج السياسي كثير من القضايا التي يجب أن يتم مناقشتها وترحى والتوافق عليها لكن أنا باعتقادي منظمة تحريف الفلسطينية من خطوات مهمة هي التي باعتقادي حجر الزاوية في عادة ترتيب البيت الفلسطيني لكله وعادة اللحمة وإنهاء حالة الانقسام الموجود لأنه تحت هذا البيت تحت هذه المضلة إذا تم التوافق بشكل كامل عليها أنا باعتقادي كثير من المشاكل التي تواجه الشعب الفلسطيني والانقسامات التي تواجه القوى والفصائل الفلسطينية سوف تنتهي طيب نحن الآن سننتقل إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال هذا الحوار معك مشاهدين الكرام ابقوا معنا فاصل ومن ثم نواصل من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام وأجدد الترحيب أيضا بالسيد أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان سيد أبو عماد زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي قبل عدة أيام مصر وتم التباحث حول عدة قضايا ما هي أبرز القضايا التي تباحثتم مع المصريين حولها في الحقيقة هناك جملة من الأمور التي تم ترحى مع الجانب المصري تتعلق بالوضع الفلسطيني بشكل عام العلاقة الفلسطينية المصرية العلاقة بين الإخوة في حركة حماس والجانب المصري إضافة إلى ذلك موضوع عادة عمار ما هدمه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والنقطة المهمة والتي تعتبر من القضايا المهمة والأساسية بالنسبة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وهي معبر رفع وضرورة رفع ما يسمى بإغلاق المعبر لأن هذا يشكل مزيد من المشكلة والضائقة على شعبنا الفلسطيني وهذا معانات كبيرة لمن يريد أن يغادل ومن يريد أن يعود إلى قطاع غزة هل تم الاتفاق على هذه النقطة بالتحديد؟ يعني فتح معبر رفع ضمن أسس وآليات معينة؟ لا شك الجانب المصري مدرك قديش الإغلاق يشكل مشكلة كبيرة للشعب الفلسطيني وخاصة لآن في قطاع غزة وبالتالي هو لديه بعض الملاحظات التي يتم طرحها تتعلق بالجانب الأمني في الدرجة الأولى لكن هناك إشارات إيجابية أبداها للجانب المصري اتجاه معبر رفع نحن نتمنى أن يتوج ذلك قريبا في أن يتم انفراج العلاقة بين الإخوة في حركة حماس وبين جانب المصري ما هو الطرح المصري سيد أبو عمان؟ جانب المصري دائما يتحدث عن جانب الأمني وهو يقول بأن الجانب الأمني هو أحد أسباب إغلاق معبر رفع وهو يتحدث دائما كما يتحدث الإعلام المصري بأن هناك مشكلة ترتبط بالإخوة في حركة حماس وأنه قد يكون البعض لحركة حماس هو دور في موضوع الجانب العسكري والأمني في سينة نعم باعتقادي هناك كان موقفا واضح يعني من قبل الأخوة في حركة حماس كان الأخ موسى أبمرزو أو الرئيس الحكومة السابق سماعيل هنية بأن حماس ملتزمة بأمن مصر ولا يمكن أن تكون جزء مما يشكل خطرا أمنيا على الجانب المصري وخصوصا ما يجري في سينة باعتقادي أن الحوارات وصلت إلى نقاط مهمة وإيجابية وهذه المؤشرات قد تؤدي إلى تخفيف حدة الاحتقال هذه الحوارات تتم عن طريق طرف ثالث وليست مباشرة أنتم تلعمون دور الوسيط بين حركة حماس ومصر نعم إلى هذه اللحظة نعم نحن لعبنا دور الوسيط بين الأخوة في حركة حماس وبين الأخوة في مصر وأنا أعتقد حسب ما يعني رشح عن هذه اللقاءات بأن اللقاءات كانت إيجابية ومثمرة وأنها سوف تنعكس إن شاء الله في القريب العاجل على أهلنا وشعبنا وسوف يتم الحد من حدة الحرب الإعلامية التي يتم تسويقها بين الطرفين نحن نتمنى أن يتم حتى موضوع الجانب الإعلامي خف وطيرة وحدة التصعيد الإعلامي لأنه هو جزء مما يسعر ويجيش إن كان من هذا الطرف ومن ذاك الطرف على الواقع بشكل عام نحن نتمنى أن نتخذ الخطوات العملية إن كان على مستوى وخف حالة التحريض والتصعيد الإعلامي أو على مستوى الإجراءات العملية إن كان على مستوى فتح معبر رفح أو التطمينات من قبل الإخوة في حركة حماس الجانب مصري بأننا نحن معنيين في أمن مصر كما معنيين في أمن غزة حسب الاتفاق من سيستلم أمن المعبر هل السلطة الفلسطينية أم حركة حماس أولاً الإخوة في حركة حماس قالوا مراراً بأن على الرئاسة أن تأتيوا لتستلم معبر رفح وأعظى قد أن الجانب مصري لديه رغبة بأن يكون معبر رفح لكن وضعوا شروط وضعوا شروط المصالح أيضاً متعلقة بتأمين وظائف للعاملين الآن في المعبر نعم نعم بمجمل الاتفاق الذي وقع في الشاطئ بين حركة حماس وفتح اتفاق في الشاطئ نعم والذي أيضاً المجلس المركزي أكد على أهمية الاستمرار في هذا الاتفاق نعم ويعني تحقيق المصالح الشامل هناك بعض القضايا العالقة منها موضوع الموظفين اللي السلطة الفلسطينية تقول بأنها يعني ما يقارب 40 ألف موظف لأنه بحاجة إلى قرارات وبحاجة إلى تمويل وبحاجة وبحاجة وبالتالي هناك مشكلة لكن أنا باعتقادي هذه مشكلة يعني ليست من الصعب حل لأنها لا تستطيع أن تأتي ب40 ألف أو ب20 ألف موظف تقولون أن تخارج دائرة العمل وبالتالي أن تقطع رواتب هذا الكم الكبير من الموظفين أنا باعتقادي في قضايا يجب أن يتم الإسراع في حل حتى لو كانت على مراحل دون أن يكون هناك إبطاء ودون أن يكون في تعطيل لأن الإبطاء والتعطيل شكل مشكلة للشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة أنا أعتقد أن المعبر يأتي في سياق المصالحة بشكل كامل ونحن نتمنى أن تصل الأمور إلى خواتيمها الإيجابية بين حركتها فتح وحماس لأن هذا بكل تأكيد شكل عائق كبير أمام وحدة الشعب الفلسطيني وأمام رفع الحصار عن شعبنا في إقضاء غزة وهذا يشكل ضمانة وقوة لوقف سياسة التهويد والإستطان في القصف والضفة الغربية لأن هذا سوف يعزز روح الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وسوف يؤدي إلى نوع من التفاعل عبر الموقف السياسي الموحد أو عبر العمل الميداني الموحد في مواجهة السياسة الإسرائيلية طيب خلال هذه الزيارة هل لمس وفد حركة الجهاد الإسلامي من السلطات المصرية أي تفاهم لخطورة القرار الذي صدر عن محكمة الأمور المستعجلة في مصر بإدراج حركة حماس وقبل الحركة أيضا كان هناك الجناح العسكري للحركة على قائمة الإرهاب يعني القرار المحكمي هو قرار غير فاعل وغير مؤثر مؤثر سياسيا بحيث أن توصف محكمة بغض النظر كم هو حجمها وكم هو تأثيرها حركة مقاومة بحركة إرهابية هناك من يقول أن التأثير الأكبر أن هذا القرار صدر تحت مرأة ومسمع السلطة المصرية الحالية لذلك هو يعبر بطريقة أو بأخرى عن وجهة نظر السلطات الرسمية بكل تأكيد هو قرار له أبعاد سياسية لكن ليس له أبعاد إجرائية وعملية الأبعاد السياسية قد تكون في بعض الأحيان أخطر بكثير لأنه هذا يؤثر على مستوى أوسع وأشمل ويعطي انتباع وكأنه اليوم في تخلي عربي عن المقاومة وعن الشعب الفلسطيني وبالتالي وصف حركة مقاومة كحركة حماس بالإرهاب في ظل حصار إسرائيلي في ظل عدوان إسرائيلي في ظل حركة مقاومة موجودة الآن على أهبت السعيدات في مواجهة أي عدوان إسرائيلي هذا بكل تأكيد هنعكسات سلبية نحن نتمنى أن تزول كل هذه الالتباسات وكل هذه المواقف وكل الإجراءات التي تجعل من حركات المقاومة أو من الشعب الفلسطيني يعطى صورة على أنه يشكل مشكلة أو عائقا أمام أمن واستقرار أي قطر عربي نحن كفلسطينيين عبرنا ونعبر كل يوم بأننا لسنا جزء من الصراعات التي تجري في أي قطر عربي نحن موقفنا موقف الحياة الإيجابي ويجب أن لا تدخل في أي شأن عربي لأن نحن لدينا قضية يجب أن نشكل إجماع حولها ولا يجب أن نشكل إنفضات حول القضية الفلسطينية هناك محاولة لشيطنة الفلسطيني يجب أن نعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية على مستوى عمقها العربي والإستاني حول من قبل من؟ كثير من الأطراف هناك بعض التقارير التي تتحدث عنها حركة حماس تحديدا تقول بأن السلطة الفلسطينية أو بعض عناصر في السلطة الفلسطينية قيادات لعبوا دورا هاما في تحريد الشارع المصري والسلطات المصرية على الحركة بعد سقوط محمد مرسي يعني هناك بكل تأكيد طالما هناك خلاف هناك اتهامات متبادلة يجب علينا أن نزيل هذه الالتباسات وهذه الخلافات وأن وحد الموقف الفلسطيني أن هذا كله لا يفيد الخاسر الوحيد هو الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يجب علينا أن ننتهي من كل هذه الخلافات وحتى التحريد على المستوى الداخلي يجب أن ننتهي منه اليوم لدينا عدو يمارس كل أشكال العدوان هناك مقدسات مهددة اليوم هناك أراضي يتم مصادرتها وبناء مستطرات عليها هناك مستقبل الشعب الفلسطيني لن يعود فقط مستقبل الشعب الفلسطيني في الشتات يعيش في أزمة وفي مشكلة كبيرة بل اليوم الشعب الفلسطيني في غزة اليوم محاصر في الضفة الغربي اليوم تنهب أرضه في القدس اليوم يتم التهويد وبالتالي كل القضية الفلسطينية اليوم في موقع حرج يجب أن نلتف كفلسطينيين حتى نستطيع أن نواجه هذه التحديات أما أن يبقى التهم والقاء التهم هنا أو هناك لا يجدي نظرة تفاؤلية جميلة جدا ولكن هل تعتقد بأن الأسباب الرئيسية لهذا الخلاف المتعلقة بمبدأ المفاوضات ومبدأ المقاومة زالت كليا حتى تجلس جميع الأطراف وتتوصل إلى مصالحة فلسطينية شاملة؟ أنا باعتقد هذا لن ينتهي سيبقى الخلاف قائما حول البرنامج السياسي لكن في الحد لأنه في قضايا ممكن أن نتفق عليها هذا الاتفاق على بعض القضايا هي مهمة على مستوى حماية الشعب الفلسطيني وحماية قضيته أن يبقى الخلاف عن موضوع السياسي والبرنامج السياسي لدينا مسئلة طبيعية يجب علينا أن نجد قواسم مشتركة حتى على مستوى الموقف السياسي ومن الطبيعة نجد أنه في الانتفاضة في العام 2000 كان هناك توافق بين كافة القوى الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية بأن هدف الانتفاضة هو تحرير الضفة الغربية من الاحتلال الإسرائيلي اليوم من الممكن أن نتفق أن اليوم موقف الإجماع الفلسطيني هو تحرير الضفة والقس وغزة من الاحتلال الإسرائيلي وأن نلغي كل مفاعل الاحتلال الإسرائيلي وأن نحافظ على المقصد هذا اليوم إجماع ولكن طريقة هناك اختلاف على طريقة التحرير اليوم هناك أصوات ترتفع في السطر الفلسطينية تقول في المقاومة الشعبية وهناك بعض يقول لا أبتر من ذلك فنذهب إلى المقاومة المسلح دعنا نتفق هذا نجلس على طاولة الحوار ونتفق كيف آلية المواجهة الشعبية والمقاومة الشعبية وأين نستخدم المقاومة المسلح الآن أنا باعتقادي الجلوس على الطاولة النقاش بشكل جدي وموضوعي بعيد عن المناكفات بعيد عن المحاصصة بعيد عن الحسابات الضيقة وبعيد عن التأثيرات الخارجية أنا أعتقد أننا نستطيع أن نخرج بآلية واضحة في كيفية مواجهة التحديات التواجهة الشعبية الفلسطين هل لا تزال مصر من خلال زيارة وفد حركة حماس هل لا تزال مصر وفد الجهاد الإسلامي على استعداد للمساهمة بترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لا شك الجانب المصري يبدي دائما اهتمام بالملف الفلسطيني وهو يبدي حرصا كبيرا على أن هذه القضية قضيته لكن بكل تأكيد منذ العدوان الأخير على خطاع غازة كان من المفروض أن يكون هناك لقاءات لإتمام الاتفاق على بنود اتفاق وقف اطلاق النار لكن لم يتم عقد أي اجتماع نحن نتمنى أن يعود دور مصر ريادي في موضوع الملف الفلسطيني إن كان عن مستوى مواجهة العدو الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني أو كان عن مستوى المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لأن دور مصر دور مهم ولا أحد يستطيع أن يستغني عن دور مصر هل هي مستعدة؟ هذا هو السؤال أنا لا أعتقد أن أحدا يرفض أن يكون حاضرا في ملف الفلسطيني رغم خلافها بحركة حمس رغم كل مكان القضية الفلسطينية تبقى قضية رافعة وتبقى القضية الأساس المركزية لعرب المستمين ومن يتخلى عن القضية الفلسطينية باعتقادي يخسر الكثير هناك أهمية كبيرة للملف الفلسطيني عند الجانب المصري وأنا باعتقادي قد الوقت القادم أو الزمن القادم قد تخرج بوادر إيجابية وخصوصا اليوم يعني من الممكن أن يكون هذا موقف للإخوة في حركة حماس على لسان الأخ السماعيل هنية يحدد العلاقة وأسر العلاقة مع الجانب المصري وموقف الإخوة في حركة حماس من كل ما تم طرحه في القاهرة وهذا باعتقاد أنه سيكون موقفا إيجابيا يساهم ويعزز الحوار الجدي الفلسطيني الفلسطيني والحوار الجدي المصري الفلسطيني سنتوقف الآن مع فقرة روسيا مغتطفات من بعض الصحف الروسية ومن ثم نستكمل هذا الحوار سنتحدث بالطبع بعد هذه الفقرة عن المصالحة الفلسطينية أكثر سنتحدث عن المحاولات الإسرائيلية الآن لإفشال هذه المصالحة كوميرسنت داعش يريد التحول إلى دولة نفطية تنظيم الدولة الإسلامية داعش شن هجوما ضد أكبر حقول النفط في ليبيا ما أجبر 11 شركة نفطية ليبيا على إطلاق تحذير بالتوقف عن استخراج النفط تماما في حال استمر تقدم داعش فيما يكتفي المجتمع الدولي بتقديم الدعم المعنوي لليبيا فليبيا الدولة الأفريقية الغنية أعلنت أنها لم تعد قادرة على حماية حقولها النفطية في أكثر من منطقة عدا أن إنتاجها انخفض إلى الربع مقارنة بعهد العقيد معامل القذافي الحكومة الليبية تقف عاجزة أمام هذا الواقع مع اجتداد الانقسام في البلاد وتشتت السلطة والإخفاق في تأليف حكومة وحدة وطنية إضافة إلى استمرار الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ما يمنع طرابلس من التصدي الفعلي لداعش إلا أن المشهد الأكثر وضوحا واستهذض الضباب يكمن في رغبة داعش في التحول من دولة إسلامية إلى دولة نفطية وليس مصادفة أن يسيطر التنظيم على حقول النفط في سوريا وبعد ذلك في العراق واليوم في ليبيا النازيون الأبطال لا يموتون أصر نواب البرلمان الأوكراني أمس على الوقوف دقيقة الصمت في الذكرى الخامسة والستين لرحيل زعيم القوات الأوكرانية التي تمردت على السلطة المركزية والذي أنشأ فرقة النازية كانت الأولى في أوكرانيا فإحياء الذكرى رومان شوخفيتش لا ينم سوى عن النهج الخطر التي تسلكه السلطة الحالية في كييف وليس منع وزارة الخارجية الأوكرانية الصحفيين الروس ممارسة مهامهم في أوكرانيا إلا نعكاسا لهذه السياسة الغربية لكييف سياسة كييف تتجلى في رغبتها في مواصلة الحرب من خلال إقرار البرلمان قانونا لرفع عدد أفراد القوات المسلحة إلى ربع مليون بالأمس خلال الخطاب للرئيس أبو مازن تحدث عن أنه مستعد الآن للدعوة إلى الانتخابات فورا في حال وافقت حركة حماس على هذا الموضوع خطيا أولا أنتم في حركة الجهاد هل توافقون على الانتخابات الآن بهذه الطريقة وهذا الشكل بالرغم من أنه المصالحة لم تكتمل حتى الآن الانتخابات أين ستجري؟ ومن الذي يضمن أن الانتخابات سوف تجري؟ أولا نحن مبدأ الانتخاب هذا الشأن بين الإخوة في حركة فتح بحركة حماس ولكن أنتم معنيون أيضا نعم معنيين بأن يتم إعادة بناء وحدة متكاملة على المستوى الفلسطيني تعز الصمود الشعب الفلسطيني أما الانتخابات هل الظرف مؤاتي لانتخابات جدية الآن؟ هل الإسرائيلي في ظل الاحتلال الإسرائيلي يسمح في إجراء انتخابات؟ أين تجري انتخابات؟ في قطاع غزة أم في بعض المقاطعات في الضفة الغربية إن كان في رامالله التي من الممكن أن يعتبرها تحت فئة ألف التي من الممكن أن يجرى فيها انتخابات؟ أم أن الانتخابات قد تجري في كل الضفة الغربية؟ هل الانتخابات ممكن أن تجري في القدس؟ أنا باعتقادي هناك إجراءات إسرائيلية سوف تحول دون إجراء الانتخابات لكن يجب علينا أن لا تكون الانتخابات وهنا البيت القصيد أن لا تكون الانتخابات معطلة لمصالحة الفلسطينية عدم القدرة على إجراء الانتخابات لا يعني أن يبقى واقع الفلسطيني منقسما ومجزئا والخلافات خطوصة بين الإخوة في حركة فتح وحماس قائمة ومستمرة يجب أن نبحث عن طرق ووسائل تعيد اللحمة الفلسطينية إذا لم تجرى الانتخابات أننا نعود إلى المربع الأول من الخلافات والانقسامات الانتخابات لا يجب أن نضعها هي أساس في الحل لأن المشكلة في الانتخابات ليست مشكلة فلسطينية فقط هي مشكلة أحد أطراف عاقة عملية إجراء الانتخابات قد تكون الإسرائيلي وبالتالي أنا أعتقد بأن اليوم المخرج ليس هو الانتخابات وحدها هناك طرق ووسائل وآليات يجب أن نتبعها لتعزيز الوحدة الفلسطينية واليوم الانتخابات جرت الانتخابات تعلق بالمصالحة الفلسطينية نعم نعم ولكن أدنى الانتخابات هي جزء من المصالحة بشكل أو بآخر الانتخابات جزء من المصالحة بعد ترتيب البيت الفلسطين انتخابات حتى لو جرت الانتخابات الآن وفازت حركة حماس من سوف يقبل بحركة حماس على مستوى حتى المجتمعات كانت حماس وانتخبات نسبة مرتفعة جدا ولم يقبل بها المجتمع الدولي أو مستمر المجتمع الدولي اليوم في ظل ما يجري في المنطقة من سيقبل أن تكون حماس إذا فازت في الانتخابات فستعطى مع حماسات السلطة الفلسطينية على ما يبدو تراهن على تدني شعبية حركة حماسية وهي وجزء من مراهن أنه اليوم حتى السلطة الفلسطينية إذا فازت في الانتخابات يعني فتح فازت في الانتخابات ما هو الإضافة التي سوف تضيفه وتغير على المستوى السياسي هل ستوقف في الانتخابات السياسة الإستطران والتهويد هل ستعيد لحمة الشعب الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني أنا باعتقد ذهاب الانتخابات هي مرحلة لاحقة وليست ملحة لأن الانتخابات ليست الطريق إلى الحل حل الخلاف والانقسام الفلسطيني يجب أن يكون هناك حوارات جدية ولقاءات جدية لإنهاء الانقسام ضمن أليات وتوافقات ومن ثم تأتي الخطوة اللاحقة هي موضوع الانتخابات لكن الانتخابات دون أن يكون هناك توافق أنا أعتقد أن المشكلة ستفقى قائمة ولن تستطيع الانتخابات أن تغير شيء شكرا جزيلا لك سيد أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكرا على حضورك معنا والشكر مصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة أنه اليوم حتى السلطة الفلسطينية إذا فازت في الانتخابات يعني فتح فازت في الانتخابات ما هو الإضافة التي سوف تضيفه وتغير على المستوى السياسي هل ستوقف في الانتخابات سياسة الاستطران والتهويد هل ستعيد لحمة الشعب الفلسطيني ووحدة الموقف الفلسطيني أنا باعتقد أن الذهاب الانتخابات هي مرحلة لاحقة وليست ملحة لأن الانتخابات ليست الطريق إلى الحل حل الخلاف والانقسام الفلسطيني يجب أن يكون هناك حوارات جدية ولقاءات جدية لإنهاء الانقسام دمين أليات وتوافقات ومن ثم تأتي الخطوة اللاحقة هي موضوع الانتخابات لكن الانتخابات دون أن يكون هناك توافق أنا أعتقد أن المشكلة ستفقى قائمة ولن تستطيع الانتخابات أن تغير شيء شكرا جزيلا لك سيد أبو عماد الرفاعي ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان شكرا على حضورك معنا والشكر مصول لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة